مجز أخبار السياحة يأتيكم عبر جريدة وقناة حواس براس أهلا بكم بداية أعلنت مصالح وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها اليوم الاثنين عن فتح باب التوظيف من خلال مسابقة على أساس الاختبارات وأوضحت الوزراء أن المناصب المفتوحة للمسابقة متمثلة في مساعد تقني متخصص رئيس في المواصلات السلكية واللسلكية الوطنية بما يعدل عشرين منصبا ماليا حيث يجب على المترشح أن يكون حائزا على شهادة لسانس التعليم العالية أو شهادة معترف بمعادلتها كما يجب أن يكون المترشح لا يبلغ من العمر 21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر وفيما يخص تخصصة المطلوبة فهي التكنولوجيا الاتصالات السلكية واللسلكية الإلكترونيكا الإلكتروتقنية والإعلام الآلية هذا وأعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحرية للمسافرين في بيان لها اليوم الاثنين عن تأجراء تعديل على برنامج رحلتها وجافدت البيان لنا رحلة الجزائر أليكنت المبرمجة بتاريخ ثلاثة أوت تم تقديمها للفاتح من شهر أوت على الساعة الثمينة مساء على متن بج مختار ثلاثة وهو نفس الأمر بالنسبة لرحلة أليكنت الجزائر المبرمجة بتاريخ الرابع أوت التي تم تأجيلها إلى يوم السادسة أوت على الساعة السابعة مساء على متن طارق ابن زيادة هذا وقد تم تأجيل رحلة الجزائر أليكنت المبرمجة بتاريخ السادسة والعشرين أوت إلى يوم السابعة والعشرين أوت في تمام الساعة الثامنة على متن سفينة طارق ابن زيادة وكذا تأجيل رحلة أليكنت الجزائر المبرمجة بتاريخ السابعة والعشرين أوت على الساعة السابعة مساء إلى يوم الثامنة والعشرين أوت على الساعة السابعة مساء على متن سفينة طارق ابن زيادة ورحلة الجزائر أليكنت المبرمجة بتاريخ الثالث سبتمبر على الساعة الحد عشر ليلا التي أجلت إلى يوم الرابع سبتمبر على الساعة السابعة مساء على متن سفينة طارق بن زياد إلى خبر أخر رأينا أعلنت الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف اليوم الاثنين عن تنظيم معرض للصناعة التقليدية وذلك من السادس عشر إلى الثلاثين من شهر أوت بمركز المعالجة بمياه البحر تالسو تيرابي في مكان الاستقبال كما دعت الغرفة الوطنية الحرفيين والحرفيات الراغبين في المشاركة الاتصال على الأرقام التي وضعتها الغرفة حيز الخدمة إلى هنا مشاهدنا مستمعين الكرام نصلوا ياكم إلى ختم هذا المجدد الإخباري الذي يأتيكم عبر شريدة وقناة حوى سبريس شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة